البركة كان في حلقة انا بتشرف ان انا كنت يعني اضيف فيها مع الزميل العزيز الاستاذ ابراهيم فاي على قناة mbc مصر 2 وعايز طبعا استغل الفرصة ان انا باركله على البرنامج وبارك معالي المستشار توركي قال الشيخ على المجهود الكبير والافكار المختلفة اللي البرنامج برنامج الاستاذ ابراهيم فاي تقدم بيها واللي بيدل ان احنا دخلين على مرحلة جديدة من الاعلام الرياضي والمنافسة ودرجة جديدة المفروض ان هي تخدم وتخدم على الجميع لان انا دايما بقول لما بيبقى فيه منافسة شرسة وصدق او لا تصدق في الاعلام ساعات بيبقى فيه منافسة شرسة زي زي الكورة زي زي اي 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 منافسة ده بيخلي كل واقف على طراطيف صوابه يعني ايه كل واقف على طراطيف صوابه الكل متحفز الكل عايز ان هو يعمل اوب جريد او يعلي المستوى بتاعه من حيث المحتوى ومن حيث الضيوف ومن حيث الطريقة اللي بيقدم بيها ومن حيث التنوع وحاجات كتيرة جدا المنافسة في وقت ان الهوقات بتحتم عليك في الاعلام ان انت لازم تدور مكان وتشتغل المنافسة موجودة ما بين برامج كتير وعدد ساعات منقشة ما يحدث في عالم الرياضة وفي عالم كرة القدم في مصر عدد ساعات كبير جدا ومفروش بشكل كبير جدا وفيه تنوع كبير جدا وانا بقول ان ده كويس مش عيب طيب ليه انا اخترت الكلام ده عشان ما طولش على حضراتكم طبعا الناس كلها ببارح لما شافت البرومو بتاع الحلقة والمواجهة وان ميدو قدام المهندس عدل القاعي والزمالك والاهلي والاهلي والزمالك والحديث كان طبيعي بما يحدث يعني في الفترة الاخيرة في الاعلام الرياضي من شد وجذب واحيانا اكتر من الشد والجذب لجذب الانتباه فقط وجذب المشاهدين فقط والتعامل مع المحتوى الاعلامي على بمعيار واحد فقط وهو نسبة المشاهدة يعني ايه يعني تلاقي واحد كده مقدم فرحان قوي هو عمل محتوى زيرو لا في احترافية ولا في شغل ميديا صح ولا في التزام بالميثاق الاعلامي ولا في اي حاجة بس يبص كده يلاقي الدنيا ضربت والناس عجبها القصة حتى لو فيها ايه اللي تزوق و ايه اللي تحترام و ايه اللي تقدير للناس وعدم تقدير للمشاهد تلاقيه مروح بالليل وهو نايم كده فرحان و بيوري الارقام للناس بصوا تاني يوم كانت لقى انا اتفرج علينا على الفيديو ده مش عارف كم مليون فده ودنا الفين ودنا لسكة ان معيار النجاح من عدمه او النجاح من الفشل في الاعلام الرياضي بالذات بقى مبني على قاعدة واحدة ان في كم نسبة مشاهدة و كم واحد كم راس هتخش تشوف ايه القصة اه القصة دي و ده طبعا و ده طبعا ودنا لمرحلة خطرة جدا نرجع لموضوع امباره امباره لما الناس كلها شافت البرومو برنامج جديد لابراهيم فيق و ان وجود عدل قيعي و محافظ القاب طبعا وميدو و الاهل و الزمالك و الحديث الجميع توقع ان الحلقة هتروح في سكة الخناء ولكن في رأيي وانا دايما محبش تكلم عن حاجة انا كنت ظاهر فيها ان الحمد لله الحمد لله احنا مبارح طلعنا اتكلمنا كل واحد بحب كبير جدا عننا دي كل واحد بانتماء كبير جدا لنا دي لكن الاهم من كده ان انا شايف ان انا والمهندس عدل القيعي وهو قام وقيمة كبيرة في مجال الادارة الرياضية في رأيي وراجل يعني له باع طويل في مجال الادارة الرياضية وقدر ان هو ينجح في وسط عمالقة وفي وسط تحديات كبيرة جدا فانبارح ظهر ان فيه النقاط اللي انا سرتها الحضاراتكو دي الاحترام والانتماء لناديك وكل حاجة لكن فيه عنصر مهم جدا انا في رأيي كان العنوان الرئيسي لحلقة انبارح مع الاستاذ برين فاي ان الاختلاف في الانتماء والاختلاف في وجهات النظر والاختلاف في مبادئ الحياة العامة في بعض الاحيان مايكسرش ابدا احترامنا البعض واحترامنا للسادة المشاهدين اللي قاعد بيتفرج علي التلفزيون ده يعني فيه مسئولية كبيرة جدا تجاهه ان انا لازم ان انا احترم ولا اخفي عليكم ان انا يعني الموضوع ده يعني بياخد مني مجهود كبير جدا ومن ناس محترمة كتير مجهود كبير جدا ان احنا نحاول ان احنا نهدل الكفة نهدل الكفة في ايه ان يا جماعة مش المعيار الاول والاخير ان انا اطلع ترند احنا كبرنا على الكلام ده محترامي كبير للجميع انما المعيار الاول والاخير ان انا ابقى مخلص حلقة تلفزيون الناس تبقى محترمة ان انت بتحترم عقولهم الناس تبقى محترمة ان انت مقدر ان هم واخدين من وقتهم وقطعين من وقتهم عشان يعودوا يتفرجوا عليك مش عايزين يعودوا يتفرجوا وخلي بالكو واللهي الناس مش عايزين يعودوا يتفرجوا على تفاهة ومش عايزين يعودوا يتفرجوا على ناس بتعود في بعض حتى لو حاول البعض ان هو يزنقنا في الكورنر ده فامبارح يعني انا شايف ان هو حديث كان فيه احترام كبير جدا ما بيني وما بين المهندس عدل القاعي واتدى وفي وسطه وفي اخر الحديث ما كانش بيجمعنا الا كل الاحترام والتقدير يوم طبعا فيه ناس يعني فيه فيدباك الحمد لله او ردود افعال اجابية كتيرة جدا لكن فيه ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا مش عجبها الحال ده الظهور باحترام متبادل ما بين الناس اللي ممكن بتمثل عندية كبيرة مش جاي على هوا البعض ليه؟ لان ده يا جماعة بكل بساطة بيوقف لهم اكل عيشهم هم اكل عيشهم والسبوبة بتاعتهم فين؟ في الخناءات والمشاكل السبوبة والسبوبة راحة فين؟ هتروح في الادب والاحترام لا انا خلاص مبقاش ليه دور انا ايه امكانياتي معلش انا كرجل النهاردة شغلتي ان انا مسك بعض الصفحات في الزمالك ولا بعض الصفحات في الاهلي ورجل على البيرول وبقبط كل شهر عشان ادير الكلام ده انا رحت فين؟ انا رحت فين؟ لو بقى فيه ادب واحترام ما بين كل الاطراف خلاص انا مبقاش ليه دور لان انا اصلا راجل ما عنديش امكانيات كل امكانياتي ان انا صدر للرجل اللي انا شغال معاها واصدر الناس اللي شغال معاها ان انتو من غيري ما تقدروش تعيشوا ده انا اللي بصبط لكو الدنيا وانا اللي بقى لما نكون عايزين نصدر حاجة وانا اللي بقى كزا فده ودنا لحتة غمقى في الاعلام الرياضي ترجمة نانسي قنقر